وعشان كده تعالوا نقول ثلاث إجراءات سريعة بسرعة قبل ما نخرج للفاصل أول إجراء أول إجراء لازم تعمله بادر بأنك أنت تتكلم بأنك أنت عايز ومحتاج لي شريك حياتك قوله أنا محتاج لك ما تقولهش أنت أسرت في حقي قوله أنا محتاج لك قوليله أنا محتاج لك وأنا في الحقيقة أنت وجودك في حياتي مهم أنت مصدر أمان أنت مصدر أمان لي يبقى قول احتياجك وقول إيه هو بيمثله ليك هذه أول حاجة تاني حاجة على طول ما توقفوش عن التعبير عن حبكم لشركاء حياتكم تعبيركم عن حبكم احتمال كبير جدا جدا يكسر هذا الجدار من الوهم المبني آخر حاجة خلوا دايما الخير ممدود بينكم ساعدوا بعض ودعموا بعض كل ما تدعموا بعض كل ما الإحباط يزول إحباط يزول عندكم وعند شركاء حياتكم بالتلات أمور دي ممكن نخطو خطوات كبيرة جدا جدا عشان نخلص على الإحباط الحياتي تلات حاجات ببساطة عبر عن احتياجك وقول لشريك حياتك هو بيمثلك إيه تاني حاجة عبر عن حبك تلات حاجة ادعم شريك حياتك بالتلاتة دولة مع الوقت الإحباط مش هيفضل والإحباط احنا نفضل وراه وخاصة الإحباط الزواجي هنفضل وراه عشان نقضي عليه وننشر في حياتنا حقيقة إن الحياة الزوجية واسعة مش ديقة زي ما كتب من الناس بيغلبهم بيغلبهم الوه ويظنوا للحياة الزوجية اللي هي محل نظر الله ضيقة وده مش حقيقي الحقيقي إن كل ما نظر إليه الله أخذ صفة الوسع من الواسع سبحانه وتعالى تعالوا نصح حياتنا وبلاها إحباط وتعالوا نعمل الإجراءات اللي احنا قلناها بهتم جدا جدا إن أنتم تكتبوا الإجراءات دي وتقولوا لنا لما طبقتوها خرج إيه وعن نستمر في الكلام عشان نقضي على الإحباط